الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد كفي رحاب الضودة النبوية المحمدية نعيش مع نفحات هذا الشهر الفضيل سائلين الله أن يعيده علينا وعلى مصرنا العزيزة وعلى الإنسانية جمعاء باليمن والبركات وعندما نتأمل في نفحات هذا الشهر الكريم حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا إن العبكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعذدوا لها فما أعظم نفحات هذا الشهر حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه ويقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من ذنبه ولو سألت كثيرا من الناس عن أمنيته في الحياة في الأعمال الصالحة لقال أتمنى أن أحج بيت الله عز وجل ولو سألته لماذا؟ قال لأن من حج فلم يعرفص ولم يفسق ولم يجهل ولم يصخب عجع كيوم ولادته أمه فالحج يكفر الزنوب ومن حج عاد من زنوبه خاليا نقيا كيوم ولادته أمه نقول له نفس السواب ونفس المعنى موجود في من اغتنم الفرسة في هذا الشهر الفضيل حيث إن الله عز وجل لم يحرم أحدا من عباده من الفضل وفتح باب الفضل واسعا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من حج فلم يعرفص ولم يفسق ولم يجهل ولم يصخب عجع كيوم ولادته أمه أي خاليا من الزنوب أي عاد ولا زنب عليه نفس المعنى نجده في قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من زنبه ومعنى أنه غفع له ما تقدم من زنبه أي أن الله عز وجل تجاوز عما سبق من زنوبه كما يتجاوز عن زنوب من قبل حجه حجه وأيضا هذا من صام هذه منحة في الصيام تسوي منحة الحج ونفحة في الصيام تسوي نفحة الحج هناك في القيام أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من زنبه فمن لم يدرك الأمر في الصيام أدركه في القيام ومن صعب عليه هذا وذاك أو شقة أو لم يدرك أدرك في ليلة الفضل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر من وفق لها قامها إيمانا بها محتسبا عند الله غير منافق ولا معائم بعمله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفع له ما تقدم من زنبه وما من ليلة من الليالي طوال هذا الشهر إلا ولله عز وجل فيها عتقاء من النار فإذا ما صدق العبد عبا وأقدم على هذا الشهر بنية صادقة سليمة يعرض نفسه على الله في كل ليلة يقول اللهم إن لك في كل ليلة من ليلة هذا الشهر الفضيل عتقاء من النار اللهم اجعلني منهم إذا صدق الله صدقه الله والله عز وجل أعظم وأقام من أن يرد إنسانا وقف على بابه تائبا نائبا ناجيا مخبتا سلاسين ليلة أقام من أن يرده خائبا والأمر كما كان أحد الصحابة يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا الجنة من أمته سبعون ألفا بغير حساب فقال عكاشة بن محسن وتقع بالضبطين عكاشة وعكاشة فقال له الصحابي الجليل يا أسول الله ادعو الله أن أكون منهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم فإذا أقبلت على الله بنية أن تكون من المقبولين في كل ليلة يعتق الله فيها يعتق الله فيها فضلا من خلقه أو جماعة من خلقه ادعو الله أن تكون منهم ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم من فطر فيه صائما فله مثل أجر من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء ثم إنها الفضل العميم في هذا الشهر الكريم بلا حدود يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن رب العزة كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به لماذا؟ لأن الصيام سر بين العبد وخالقه قد يذهب الإنسان إلى الحاج غياءا أو سمعة أو ليطلق عليه حاج أو نحو ذلك وقد يقوم إلى الصلاة مرائيا أو منافقا أما الصوم فالذي يطلع عليك ويعلم صدق صيامك من عدمه هو الله وحده الإنسان يذهب إلى الوضوء ويأخذ الماء ويتمضمض من الذي يعلم إن كان الماء قد وصل إلى الفم أو لم يصل هو الله وحده الإنسان في خلوته عندما يخلو بنفسه عندما يكون في البيت لا يرى إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله من الذي يعلم بصدق صيامه من عدم صدقه هو الله وحده ولذا كان الحديث في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة جنة أي وقاية وقاية من عذاب الله يوم القيامة ووقاية من الوقوع في الخطأ في الدنيا بعض الناس أو بعض الشضاح الحديث عندما يفسرون أو يشرحون معنا حديث يقولون الصوم جنة أي وقاية وقاية من عذاب الله نعم إن شاء الله هو وقاية من عذاب الله لكنه أيضا وقاية من أن يقع الإنسان في الأخطاء فمن كان الصوم له وقاية وجنة وحاجزا بينه وبين المعاصي في الدنيا كان بفضل الله شفيعا له يوم القيامة حاجزا بينه وبين عذاب الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقآن يشفعان لصاحبهم يوم القيامة يقول الصيام رب منعته طعامه وشهوته فشفعني فيه ويقول القرآن رب منعته نومه وراحته فشفعني فيه فيشفعان لصاحبهما يوم القيامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينه إن مجتنبة الكبار ما بين الصلاة والصلاة صلاة الظهر تكفر ما كان بين صلاة الصبح والزهر وصلاة العصر تكفر ما كان بين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب تكفر ما كان بين العصر والمغرب وصلاة العشاء تكفر ما كان بين صلاة العشاء والمغرب وصلاة الفجر تكفر ما كان بين الفجر والعشاء مجتنبة الكبار فإذا واظب الإنسان على الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسر منه خمس مرات في كل يوم وليلة ايبقى من ضانه شيء قالوا لا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ذلك مسر الصلاوات الخمس فما بالكم بعد ذلك اذا جاءت صلاة الجمعة والجمعة تكفر ما بين الجمعة والجمعة التي سبقتها فما بالكم بعد ذلك في هذا الفضل العميم في هذا الشهر الفضيل هذا الشهر المليء بالخير ليكفر ما بين رمضان ورمضان الذي سبق ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عندما صعد المنبر قال امين 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 ثلاثة مرات وضع قدمه على الضاقة الاولى فقال امين ثم وضع قدمه على الضاقة الثانية فقال امين ثم وضع قدمه على الضاقة الثالثة فقال امين فلما سئل قال صلى الله عليه وسلم جاء اخي جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد من اضعك رمضان فلم يغفى له قل امين فقلت امين ثم وضعت قدمي على الضاكة الثانية فقال اخي جبريل يا محمد بعد من اضعك والديه او احدهما الكبر فلم يدخله الجنة قل امين فقلت امين ثم وضعت قدمي على الضاكة الثالثة فقال اخي جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل امين فقلت امين صلوا عليه وسلموا تسليما يا سمى الله جاء ركب الجمال يا سمى الله جاء ركب الجمال نور عيني محمد طب قلبي عيني محمد طب قلبي هو نبع يفيض من سلسالي لا نساوي مع الرسول مديحا لا نساوي مع الرسول مديحا فحبيبي مقامه في المعالي ورسولي به الهداة جاءت ورسولي به الهداة جاءت للوراء والهداة يا بدلالي نسأل الله ان يجعلنا من المقبولين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة